السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الخميس 7 تشرين الثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج الجدي لغاية الساعة 10.47 دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينتش بعدها بدو ينتقل لبرج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة 53.59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الأحد القمر اليوم موجود في منزلة ساعة بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3.09 دقائق عصرا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لها ساعة السعود منزلة ساعة السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر بما أنه اليوم موجود في برج الجدي لغاية نهاية اليوم بتوقيت جرينتش طبعا فعشان هيك اليوم حلقتنا رح تكون عن برج الجدي لأنه الانتقال بتوقيت الشرق الأوسط رح يكون بعد بثلاث ساعات يعني ساعة ثلاث الفجر تقريبا أو ما قبلها بين الثنتين وثلاث الفجر فإذا رح تكون حلقتنا اليوم من نقوله من فجر يوم الجمعة فإذا حلقتنا رح تكون عن الجدي ولكن رح نذكر كل تفاصيلها بما أنه القمر موجود في برج الجدي معناته منصبح اليوم أكثر عقلانية من حكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أنه الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لألنا وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر ولا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة ثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه زاوية رح تكون الساعة ثلاثة عصرا بتوقيت جرانيتش بتعزز قدراتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة ستة وحد عشر دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل كما هاي الزاوية مناسبة للراحة بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا بتمنحنا كفاءات للمسرح وللروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ما قبل خلو المسار وهي الأخيرة خلال هذا اليوم زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة عشر وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش بتعزز قدراتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة عشر وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش ورح ينتهي الساعة عشر وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة عشر وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش بينتقل القمر وبيستقر في برج الدلو عشان هيك منشعر أن بحاجة ملحة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية أو هاي الفترة ويجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها ومن ودي الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة أميمة للناس من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكنها تقوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام فيما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة أطعم جديدة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لعلها خلال هذا اليوم إلا إذا كانت اضطرارية عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن ولما ينتقل القمر لبرج الدلو بتصير العضاء الأكثر حساسية لتقريبا ساعة 11 مساء بتوقيت جرينج بيصير عندما بعدها بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغدة الدرقية بالنسبة لباقي عضاء الجسم طبعا اليوم ما فيه أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصفغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لبرج الدلو خلو المسار القادم بيبدأ يوم الأحد الساعة 12 و23 دقيقة بعد منتصف الليل السبت على الأحد بتوقيت جرينج اللي هو يعتبر فجر يوم الأحد وبيستمر لغاية الساعة 3 و59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر العمر القمر الآن هو المربع انحسار المربع عمره 6 أيام الساعة 9 و24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنبدأ باليوم السابع نهاية اليوم نسبة الإضاءة تكون 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 سعيد الآن بنسبة 60% ساعة الصباح سعيد بنسبة 45% ساعة الظهر سعيد بنسبة 15% القمر في الجدي ورح ينتقل للدلو ورح يظل في الدلو ليوم 10-11 سعيد بنسبة 30% الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة 45% ساعة الصباح سعيد بنسبة 30% عطارد في القوس حتى يوم 26-11 سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 11-11 منتحس بنسبة 40% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثورة بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم أيضا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في الدفع بمصالحهم وبإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بدك تهدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك وتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بعضكم ممكن يذهب في رحلة أو يروج لعمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة وسارعوا في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك التحلي بالليونة والتفكير الموضوعي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري أو تعزيز العلاقة مع الشركاء أو ما بين الأزواج هاي فترة شوي برضو فيها نوع من أنواع السلبية لأن القمر موجود مقابلك بتكون ضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم انتبهوا لغذائكم وانتبهوا لراحتكم وكونوا منظمين وأحسنوا أدارة أعمالكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج ساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هذه فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فلا تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وصحح الأخطاء برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشاكل شخصية أهم شأنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة وبرضو بدك تراعي وضعك الصحي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لا يجتياز امتحان وبإمكانك إنك تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بصرف عد بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة ممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات وهذه فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي فقد كن بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية برضو اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية في بعض الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا لآخر يوم بيتطلب منكم هذا اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنك ما تحسم أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت أوسعكم تعزيز صداقتكم ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع لها فاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك أو تحصد أرباح وبتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جنبك وبتخفض ضغوط وبيطمئن بالك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء